انسوا أي شيء قد كلمتكم عننا قبل انسوا أي شيء قد عرضناه على القناة من قبل قد كلمت عنه في تويتر في أي مكان هذا أقوى ديسكتوب قد استعرضناه في القناة لأسباب بعدة راح أذكرها لكم في هذا الفيديو بدخلكم داخل هذا الجهاز عشان تشوفون إيش قصته وأيضاً بنجرب ألعاب جامدة عليه فخليكم معنا طبعاً لما نتكلم عن جهاز بهذا الجبروت لما نتكلم عن مواصفات زي كذا الأرقام كلها عالية بما فيها السعر طبعاً هذا الجهاز قيمته 16799 ريال متوفر الآن في موقع جرير أوكي ومكتب الجرير وتوني شفته اليوم علي أخصم 10% ما أدري إذا بتلاحقون عليه ولا لا لكن المهم ليش أدفع كل هذا المبلغ أيش بالضبط راح يجيني الأومن اكس شفناه من قبل لكن هذه نسخة جديدة منه فنبدأ حبة حبة نتكلم عن المواصفات أول شيء الجهاز هذا يستخدم أحدث معالج من شركة أنتل يستخدم معالج كور آي ناين من السيريس أكس من معالجات أنتل طبعاً لما يكون عندك معالج زي كذا معالج بـ 12 نوات فأنت عندك جهاز يقدر يسوي عجايب المعالج قوي قوي جداً جداً اللي مستخدم هنا وأنت كلاعب أو كقيمر أكيد تحتاج شيء ثاني إيش نحتاج غير معالج نحتاج ذاكرة عشوائية أنتو تعرفون بالعادة أنا طلعت معاكم في أكثر من فيديو تكلمت عن أنت إيش تحتاج في جهاز جايمينج غالباً أقول لك حاول تأخذ 16 جيجا بايت أقل من كذا يعتبر شيء مرة ما يناسبك كجيمر أوكي 16 جيجا بايت مرة حلوة تبتأخذ أكثر ممتاز هنا في 32 جيجا بايت ذاكرة عشوائية يعني يمديك تشغل الألعاب اللي تبي يمديك تشغل برامج مع بعض يمديك تشغل برامج القوية حق الفيديو وتمنتج وتصوي أشياء كثيرة بدون ما تفكر أبداً أبداً من ناحية الأداء فهذا اللي يتكلم عنه من الذاكرة عشوائية 32 جيجا بايت شيء يعني بلبي اللي تبغاه زيادة طبعاً جهاز للألعاب نتكلم عن كرت غرافيكس هنا في كرت غرافيكس واحد لكن إيش هو الكرت هذا أقوى كرت مفرد موجود من شركة انفيديا للمستهلكين حالياً الجي فورس جي تي اكس 1080 Ti مع 11 جيجا بايت ذاكرة مخصصة للفيديو شيء رهيب شيء جبار تجمع ذولي مع بعض لك تتخيل الأداء طبعاً رح نلعب عليه مع بعض بنوريكم الألعاب بنوريكم الأداء اللي جابته لنا لكن حالياً دعونا نركز على هذا الشيء الرهيب الذي قدامي هنا دعونا أشرح لكم أشياء أكثر من مجرد عتاد هذا الكيس شكله عجيب أوكي يعني تصميمه غريب ما توقع أي واحد تدخل البيت وتلقى كمبيوتر شكله كذا بس هل هو بس شكل يعني يستهبلون يعني بس يبون يسوون شكل كذا كأنه مركبة فضائية وخلاص لا الكيس هذا له فوائد معينة يعني كمثال بصير أعطيكم الأشياء اللي تطلع لك حرارة في الجهاز أوكي الباور سبلاي بالمعلومية الباور سبلاي اللي موجود هنا 1300 واط يعني يوفي ويكفي وزيادة 1300 واط الباور سبلاي اللي تطلع لك الطاقة حق الجهاز موجود في قسم منفصل عن القسم اللي فيه الهارد ديسكات منفصل عن القسم اللي فيه الجرافيكس كارت نعم هذا الجسم المكعب مقسم ثلاث أقسام بحيث يفصل الأشياء اللي تطلع عن حرارة عن بعضها وكل قسم من ذي الثلاث أقسام فيه نظام تهوية قوي جدا جدا طبعا الناس تقول لي أنا ليش أخذ الكيس هذا ليش أخذ الجهاز هذا كله من HP ليش ما أروح أنا أسوي لي جهاز الحال أولا مو كل واحد فاضي يروح يجمع قطع ويركب أجهزه فيه ناس تقول لك أنا عندي فلوس أريد أن أشتري جهاز جاهز هذا لهم ثانيا لما تكون الشركة نفسها هي المجمعة كل شي وهي المضبطة كل شي تكون تضمن أن القطع تشتغل مع بعضها أنت تأخذ الضمان على الجهاز كله مو على قطعة معينة يخرج شيء ترجع لهم مياه كله حلول يوم مشكلة أنا ما ليشغل ما لدخل أنت شريت قطعة من وين ولا مين جاب لك كل منظومة وحدة بالنسبة لهم هم مسوينه وهم ضامنين له لك أنه يشتغل بشكل رائع فهذا السبب أن الناس تشتري عجزة ديسكتوب جاهزة زي كذا بس عشان ما نلخبط كونك شريت جهاز ديسكتوب جاهز زي كذا مو معناته أنه خلاص يعني هذا هو هذه مواصفاته خلص منه رح قطته لا ما هو الموضوع كذا أنت لما تريد تصرف لمبلغ زي كذا تشتري ديسكتوب زي ذا هذا استثمر للمستقبل أنا ماني جاي أخذ أقوى معالج من انتل عشان ألعب فيه سنة ورمية هذا معالج يقعد معك كم من سنة هذا استثمر للمستقبل أنت تقدر تشغل الألعاب اللي بتنزل بعد سنة وسنتين بكامل قوتها فطبعا لأن هذا زي ما قلنا جهاز ديسكتوب أوكي وهذا كيس رهيب فطبيعي الواحد رح يقدر يفصل البوابة هذي أوكي عشان يشوف هو شيش داخل وأيضا هذا كيس لجهاز ديسكتوب مثله زي أي كيس تاني شمعناته رح نقدر نشوف المذر برد اللي موجودة داخل على فكرة نوعها من مايكرو اي تي اكس أوكي وأيضا رح تقدر أنت تغير وتعدل على الجهاز زي ما تبغى في النهاية أنت قعد تشتري ديسكتوب بعد سنة سنتين تبي تغير بعض القطع تبي تغير الجرافيكس كار تبي تضيف ذاكرة زيادة تبي تضيف هارد ديسكات زيادة مثلا مثل أي جهاز أنت ممكن تجمع وتسوي فنشوف الماذر بارد معنا نشوف الجرافيكس كار وطبعا أكيد فيه تبريد مائي للمعالج معالج جبار زي هذا وبدون تبريد مائي بيكون شيء مخجل صراحة فالحمد الله فيه تبريد مائي والكيس زي ما قلت الكيس راقي جدا أوكي وبنفس الوقت قابل للتعديل والتحكم فيه صراحة كيف تقدر تقفله وكيف تقدر تعدل عليه جدا جدا سهل جزء من الكلام اللي قلتوا أنه الكيس هذا تم تصميم بطريقة رهيبة حتى لك عشان تسوي تعديلات عليها بدون ما تتعب كثير أوكي عندنا طبعا زي ما قلنا الواجهة هذه تقدر تفكها كاملة طغير لغرافيكس كاردو كذا بس فيه شي ثانية أنت كجيمر المعناة عندك ألعاب كثيرة معناة راح تخزن كثير الجهاز هذا فيه هارد ديسك 2 تيرابايت وأيضا فيه اس ستي 256 جيجابايت تحط النظام على اس ستي غالبا وتحط العاب على الهارد ديسك فبالنسبة للهارد ديسك يمديك تحط أربع هارد ديسكات مختلفة حاليا فيه واحد وتقدر هنا تفتح معنا الفتحة موجود عندنا فتحة يدوية أوكي تسوي unlock وتقدر تفك الغطى أوكي وتركب هارد ديسك اللي تبعا تحطه هنا ترجع داخل كل سهولة تقفل lock تقفل الغطى تغير هارد ديسك بكل سهولة فهذا واحد من الأشياء اللي يسرها لنا هذا الكيس من ناحية المنافذ ما راح تتعب أبدا طبعا لأن Graphics Card NVIDIA موجود فمعناتي عندنا ثلاث منافذ DVI وعندنا منفذ HDMI بالإضافة لذلك عندك عدد مهول من منافذ الUSB3 سريعة أوكي عندك أكثر من ثمانية تقريبا وعندك ثلاث منافذ USBC شي في الخلف وشي في المنطقة الأمامية USB-C أكسسوارات كثيرة وأشياء كثيرة بتبدأ تستخدم USB-C الجديد المنفذ اللي موجود في كثير من هواتف الجوالة أيضا واللابتوبات الجديدة موجود عندنا هنا في Omen X طبعا الواحد تجيله ثقة كبيرة لمن يشتري الجهاز زي هذا لأنه من شركة مثل HP اللي تقدم لنا سلسلة Omen سلسلة Omen مجموعة لابتوبات مجموعة أجهزة كثيرة مخصصة للجيمر حتى عندهم مكسسوارات مثل الفارة والسماعات والهيدست وكلها متوافقة مع هذا الجهاز فهذه سلسلة Omen الآن الكل ودي يقول خلنا نشوف شي يقدر يسوي خلنا نجرب الألعاب فالآن بتجرب لكم الألعاب إن شاء الله بتشوفهم كل لعبة معنا كيف الأداء اللي عطتنا مع معالج Intel Core i9 مع 32 جيكا بايت ذاكرة عشوائية ومع أقوى كرت جرافيكس GTX 1080 Ti خلونا نشوف نبدأ بالجامد نحط Witcher 3 لعبة جرافيكس جامد لعبة رهيبة منظرها لحد الآن من أجمل الألعاب اللي شفتها في حياتي نلعبها 4K طبعا حاطين معدل لطارات فوق يمين أنا أكبر حجمها لكم عشان تشوفونا كويس أوكي هذا معدل لطارات اللي قاعد يجينا الآن نلعب 4K أغلب الإعدادات على أعلى شيء تقريبا كثير منها هاي بعضها ألترا طبعا عدلنا عليها عشان تطلع معنا اللعبة وزي ما تشوفون قادرين نجيب 60 إطار تقريبا ينزل أكيد أوكي أحيانا لكن يعني لما تتكلم عن لعبة بشكل ويتشر يا ناس من أجمل الألعاب اللي شفتها في حياتي للآن شوفوا تفاصيل ملابس قرل شوفوا الإضاءة شوفوا شعره التفاصيل الموجودة في شعره طبعا مع انفيديا هيرو ورسو كذا الجهاز قاعد يعطينا نتائج رهيبة طبعا أوكي أنا زمقت لكم في بعض المقاطع اللي راح ينزل فيها الإطارات لكن بشكل عام أنك تحصل شيء قريب لستين إطار على 4K هذه الجودة في الجرافيكس يعتبر شيء جبار فويتشر يعتبر من أفضل الاختبارات اللي ممكن نسويها فالجهاز هذا بكرتيني تي تاي بمعالج انتل كور اي ناين قاعد يعطينا نتائج رهيبة مرة ولا ننسى قاعدين نستخدم كرت واحد وقاعدين نحصل 4K تقريبا 60 إطار فشي جميل ويتشر كانت اختبار رهيب سووا لي معروف اللي عنده جهاز يقدر يتفرج عليه الفيديو 4K لا تتفرجونا بجودة الجوال يا شباب طيب هذي ويتشر خلنجرب لعبة ثانية اللعبة التالية راح تكون معنا فاينل فانتسي 15 لعبة تطلب جرافيكس قوي لعبة عالم مفتوح مثلها مثل The Witcher فيها مناظر قوية جدا الشخصيات فيها تفاصيل رهيبة جدا راح نجربها الحين 4K طبعا نحن حاطينها already 4K أغلب الاعدادات على الهاي تقريبا في أعلى منه هايست بعض الأشياء على الهايست ممكن واحد والاثنين لكن انت طبعا لازم تلعب بالألعاب خصوص الألعاب القوية لزي كذا عشان تعطيك 60 إطار على الفوركي يبالك تلعب في الاعدادات شوي فحنا حاليا جايبين فوق الخمسين تطلع تقرب للستين أحيانا وزي ما نشوف يعني اللعبة مرة مرة طالع بشكل رهيب قدامي طبعا اللعبة فيها إضاءة فيها شيء رهيبة فيها تفاصيل فيها تقدر تلعب انت بالعدادات علي كيفك اللي معطينا يا الحين الكرت اللي موجود هنا في الأومن اكس والشغل الجبار اللي عندنا معطينا تقريبا زي ما قلنا فوق الخمسين إطار فور كي حقيقي فاينال فانسي رويل اديشن طالع بشكل جميل خلونا نروح للعبة لعبة اللي بعدها ثري لعبتنا الأخيرة راح تكون تكن طبعا لعبة متختال لعبة مختلفة عن ألعاب الأدفنتشر اللي زي قبل شوي وطبعا الهدف من الحين من اللعبة إننا نوريكم إنه قاعدة تعطينا 60 إطار زي ما تشوفون قدامكم وحاطين اللعبة على أعلى إعدادات ممكنة كل شيء في اللعبة على أعلى شيء يعني ما في شيء استحين إننا نحطه فأداء رائع من اللعبة الثانية برضو على هذا الجهاز على دقة 4K فإذن وش اللي نحصل منه بعد تجربتنا لهذا الجهاز إذا إنك واحد تحب تلعب 4K عندك شاشة 4K في البيت تلفزيون 4K في البيت تبغى جهاز ألعاب جبار يخدمك لسنوات القدام أوكي هذا واحد من الخيارات المتوفرة صراحة حصلنا لنا تجربته في أفكار رهيبة غالي أكيد بس مش لأي أحد قابل للتعديل ثاني شيء يخدمهم لسنوات القدام ثالث شيء فيه أشياء أعلى من اللي يحتاجها حاليا لكن ممكن يحتاجها مستقبلا وطبعا هذا كان الـ HP Omen X نتمنى أن نستعرض الظلام لا يكون عجبكم لا تنسون يا شباب صاحبنا اليوتيوبر معروف أوبلز وعنده جهاز ثاني الجهاز اللي يتعلق على الظهر بي سي تخيله بي سي يتعلق على الظهر وتقدر تلعب فيه الخوذة تلعب فيه بدون ما تكون لسلاك طائحة على الأرض لأنك شائل الكمبيوتر على ظهرك وتتحرك بحرية فيديو رهيب أنصح الكل أنه ما يفوته روحوا شوفوا في قناة أوبلز أنا تارك لكم الرابط في الدسكريبشن تحت يعطيكم العافية على المتابعة ولا تنسون كالعادة يا شباب تعطونا لايك على الفيديو تشتركوا في القناة إذا ما كنتم مشتركين وإذا كنتم مشتركين فعلوا الجرس عشان تجيهم بتنبيهات عن آخر فيديوهاتنا كان معكم محمد لبسيمي ومع السلامة